موسيقى هيئة رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماع مع رئيس الوزراء للوقوف على التطورات الراهنة موسيقى رئيس الوزراء يستقبل السفير الامريكي لدى اليمن رؤية حضر موت في لقاء بالرياض بين سلطتي ومندوبي وفد حضر موت وممثل بعثة المفوضية والاتحاد الاوروبي نشرة الاخبار من تلفزيون حضر موت مشاهدين اهلا بكم عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك للوقوف امام التطورات الراهنة على المستوى الوطني وابرز الملفات التي تعمل عليها الحكومة شهد الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني التأكيد المتبادل على اهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتفعيل الدور الرقابي من اجل دعم جهود مكافحة الفساد وتلبية الاحتياجات المهمة للمواطنين وناقش الاجتماع الخطوات المطلوبة لتعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان وما يتصل بدعم مجلس النواب للحكومة وبرامجها التنفيذية والخدمية او الخدمية في اطار التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واكد الاجتماع تعزيز العلاقات بين جميع السلطات باعتبارها عملية تكاملية لخدمة الشعب والصالح العام كما اكد الاجتماع ضرورة تصحيح الاخطاء القائمة والتطبيق برنامج الحكومة المقرم مجلس النواب وتعزيز دور البنك المركزي والحفاظ على استقلاليته بما يمكنه من تنظيم الوضع المصرفي بشكل عاجل وضبط الإيرادات وجبايتها افقا للقانون واجدد رئيس مجلس النواب التأكيد على ما جاء في اجتماع قيادات مجلسي النواب والشورى مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في دعم الحكومة منوها بما تبديه الحكومة ورئيسها الدكتور معين عبد الملك من تعاون مع توصيات السلطة التشريعية والنجان البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق وقدم رئيس الوزراء لهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية بدوره تقريرا عن مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأملية ومسار الإصلاحات مؤكدا أن المعركة الاقتصادية والخدمية في هذه الظروف لا تقل أهمية عن معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثية المدعوم إيرانية مجددا الترحيب أو الترحيبة للرقابة الفاعلة أو الفاعلة لمجلس النواب على أداء الحكومة التنفيذي استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد المالك سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليامن ستيفن فاغين لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والجهود الإقليمية والدولية المستمرة لأحياء العملية السياسية بضل تعنط ميليشيا الحوث الإرهابية اللقاء تناول مسار الإصلاحات الشامل الذي تنفذه الحكومة والأفاق المستقبلية لتعزيز هذه الإصلاحات إضافة إلى التحديات التي توازهها والدعم الدولي المطلوب لإسناد جهودها في هذه المرحلة الاستثنائية وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إيجاد مسار إقليمي ودولي عاجل لدعم إجراءات الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتفادي التبعات للهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط معربا عن ثقته بقيام الأصدقاء الأمريكان بدور فاعل في حث المجتمع الدولي والملظمات على الدعم العاجل للحكومة اليمنية للقيام بدورها في الجوانب الاقتصادية والخدمية واجدد رئيس الوزراء التأكيد على التعامل الإيجابي مع الجهود الأممية لإحلال السلام متطرقا إلى التطورات المهمة بخصوص إنفاذ خزانس أو إنقاذ خزان صافر النفطي واجدد السفير الأمريكي بدوره موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية والحرص على تقديم كل أوجه الدعم الممكنة أقضى أمس بالعاصمة سعودية رياض لقاء ضم قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وممثلي عن الوفد الحضرمي بالرياض مع وفد ممثلي بعثة المفوضية الأوروبية لدى بلادنا وسفراء دول الاتحاد الأوروبي الذين وصلوا الرياض قادمين من العاصمة الأردورية عمانة وجار خلال اللقاء الذي ترأسه محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بماضي وممثل المفوضية الأوروبية جابريال في نالس بحضور الوكيل الأول لمحافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي بحث الأوضاع العام في محافظة حضرموت وجهود توحيد الصفة واحتياجات المحافظة وتم في الاجتماع الاستماع إلى رؤية حضرموت ومكوناتها إزاء الوضع الراهل والتسوية القادمة وشكر محافظ حضرموت الاتحاد الأوروبي لاهتمامه بحضرموت حيث قدمت في الاجتماع لمحة عامة عن تاريخ حضرموت وجغرافيتها وإرثها وثقافتها كما تم استعراض رؤية حضرموت وأنها باتت في قناعة أن أبناءها ليسوا مرغمين على مواصلة أخطاء الماضي والصراع على النظام الحكمة وخاطب المحافظ بن ماضي ممثلي وسفراء الاتحاد قائلا أنتم قادة العالم الحر وحضرموت هي الوجه المشرق لليمن وكان لنا شرف نشر الدين الإسلامي الوسطي في كل أسقاع العالم جاءنا إلى الرياض ومعنى عدد من ممثلي المكونات بدعوة كريمة من المملكة العربية السعودية مشيرين إلى أن حضرموت تقبل شراكة لكنها ترفض التبعية وأضاف حضرموت التي ضربت المثل والنموذج في الاستقرار والأمن التي تقف على أرض شامخة من حضارة ومساحة وثروة وأبناؤها بالملايين في أسقاع العالم نشر الإسلام بالوسطية السمحة تحمل اليوم قضية عادلة وتطالب بمنحها سيادة شؤونها وقرارها وتابع محافظ ووفد حضرموت قائلين نحمل رسالة سلام وتعايش للعالم ولم يعد باستطاعة أبنائنا أن ينتظر سنوات أخرى لحسم صراعات أزلية لا نعادي أحداً فالجميع أخوة لكننا نطالب بحقوقنا المشروعة وقدم محافظ حضرموت الدعوة لممثلية المفوضية الأوروبية وسفراء الاتحاد الأوروبي لزيارة حضرموت والاطلاع على ما تشهده من وعي وأمن واستقرار زار محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بماضي في الرياض الشخصية الأكاديمية والتربوية والاجتماعية مؤسس الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين الدكتور عمر عبدالله بمحسون المحافظ بن ماضي ومعه الوكيل الأول لمحافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش وعضو مجلس الشورى الشيخ عبدالله صالح الكثيري وعدد من أعضاء الوفد الحضرمي بالرياضة تبادلوا مع الدكتور بمحسون الحديثة حول واقع التعليم ومخرجات الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين وأعرب محافظ حضرموت عن شكر السلطة المحلية لما قدمه الدكتور عمر بن محسون من خدمة للتعليم لأبناء المحافظة لمواصلة الدراسات العلية في مختلف جامعات العالم مشيدا بمخرجات الصندوق الخيرية التي تجاوزت منذ تأسيسه في العام 1989 الاثني عشر الف طالب وطالبة واصفا الدكتور عمر با بحامل مشعل التعليم ومربي الأجيال راجيا له دوام الصحة والعافية وأعرب الدكتور با محسون عن شكره والتقديره لزيارة المحافظ والوكيل ومرافقيهم له بمنزله وكذا مواصلة رسالة التعليم لخدمة أجيال المستقبل للإسهام في التنوير والبناء ناقش محافظ تعز نبيل شمسان في العاصمة المؤقتة عدد مع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين المهس مستوى تنفيذ تدخلات ومشاريع الطرق في تعز وتناول لقاء الذي ضم عدد من المعنيين في يزارة الأشغال وصندوق الطرق جهود المتابعة والإشراف على تنفيذ مشاريع الطرق في تعز التي تشمل طريق تعز التربة وطريق دوار الصقر الجامعة ومشاريع أخرى إضافة إلى الاحتياجات من المشاريع الأخرى لتأهيل شبكة الطرق في تعز وأكد المحافظ شمسان تقديم التسهيلات كافة لصندوق الطرق ودعم جهوده الكبيرة في سبيل تنفيذ مشاريع تأهيل الطرق الحيوية في تعز التي بدورها ستنعكس بشكل إيجابي على حركة المواطنين وتنقلهم أو وتنقلهم وتسهم بتخفيف معاناتهم وأكد المهندس الماس من جانبه مواصلة الصندوق تنفيذ مشاريع الطرق في تعز وذلك ضمن خطط الصندوق وبرابجه في تعز والمحافظات المحررة تفقد المدير العام لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحة لحضر موت المهندس صالح فائز العوري ونائب مدير إدارة الطرق بمكتب الوزارة المهندس نائف بن شاملان سير مشروع إعادة تأهيل شارع خط جول مسحى شرق المكلة وتأتي هذه الصيانة ضمن عمليات التحسين المنفذة من قبل مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحة لحضر موت الممولة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة حسب توجيهات محافظة حضر موت الأستاذ مبخوط مبارك بن ماضي واشدد المدير العام لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحة لحضر موت المهندس العمري على مقاول المشروع بسرعة استكمال المشروع وإنجاز الصيانة وفتح الخط كونه يعد شارعا رئيسا في المدينة مع ازدياد حرارة الأجواء في المكلة ينشط أبناء المدينة على شكل تجمعات شبابية لتوزيع المياه الباردة على المارة في الشوارع والطرقات ظهرا مرسل نار رائد خالد رصد لنا بعض من هذه المبادرات في التقرير الآتي نتابع تجتاح مدينة المكلة وسائر مدن ومناطق محافظة حضر موت سحب صيف شديدة الحرارة والرطوبة تستمر لمدة أربعين يوما تسمى محليا بالأربعينية وتدفع بالغالبية العظمى من المواطنين للجزم بأنه الموسم الأعلى سخونة والأكثر إنهاكا لما تبقى من عافيتهم وصحة أجسادهم ومع حلولها هذا العام بادرت فرق وجهات تطوعية بعمل مبادرة نوعية في الأماكن المزدحمة مع ساعات الظاهرة الأولى تهتم بتوزيع الماء البارد على المرة قالبية الشباب المتطوعين رفضوا إجراء مقابلة تلفزيونية خشية أن يحبط عملهم الخيري أو أن يسقط في مستنقع الريائي وطلب الشهرة نشكر الشباب المتطوعين في توزيع الماء في عزة الحلالة الشامس ونقول لهم إن شاء الله في مزان حسناتكم وإن شاء الله نبغى كثير من الأمثالكم إن شاء الله ما يقوم به الشباب هنا في مدينة المكلة هو من أبهى صور التكاتف الاجتماعي ووحدة النسيج الحضرمي فالشباب بمختلف أعمارهم يستغلون مثل هذه المواسم في توزيع الصدقات وتقديم الأعمال الخيرية ووهبها صدقة على أرواح من فقدوهم عرفان منهم ووفاء وإخلاص رائد خالد لتلفزيون حضرموت المكلة وصلنا إلى نهاية هذه النشر مشاهدين وهذا التذكير بأبرز ما جاء فيها من أبهى حيات رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماعاً مع رئيسي الوزراء للوقوف على التطورات الراهنة رئيس الوزراء يستقبل والسفير الأمريكي لدى اليمن رؤية حضرموت في لقاء بالرياضة بين سلطة ومندوبي وفد حضرموت وموثلي بعثة المفوضية والاتحاد الأوروبي ولمتابعة المزيد من نشارات الإخبارية يهرجى زيارة حسابات على مواقع تواصل اجتماعي تلفزيوني حضرموت نهاية النشارة مشاهدينا يا ماليلا اشتركوا في القناة